اوح.. تعالي المزعج اوح- تعالي المزعج- تعالي المزعج- تعالي المزعج هذا اللي كان قاعد يسوي صيحة في الفيديو أوه مو صيحة صرع اوكي بهذا الفيديو راح اتكلم عن شخص اندرويدي وتجربته مع الآيفون يعطيفهم الصح والعافية معكم محمد وي events لن اخفى عنكم الحين انا جاهز للآيفون 12 واحد من أشكال الآيفون 12 بالفترة اللي طافت وصال لي مدة قاعد أستعملهم كأجهزتي الأساسية جدت حط كرت مرتها حط كرتين داخل هذا التليفون لأنني أنا قاعد أستعمله كتليفوني الأساسي قاعد شوفوني قاعدة بالساعة أبل لأنه هي أصلا شابكة على الآيفون فمن باب الشخص صار لسنين وابنين ينتقد الآيفون ويستعمل الأندرويد كمنصة الأساسية شنو تجربتي حاليا مع الآيفون الوضح أن أنا قاعد أستعمل تليفونين بنفس الوقت هل كان الآيفون 12 وهو تليفوني الأساسي الوحيد مدة معينة من الزمن بدون ليكون معي تليفون أندرويد إن بلا بس مو أكثر من المدة المعتادة اللي أنا عادة نستخدم فيها آيفون بس حاليا أنا قاعد أستعمل تليفونين الآيفون رح يكون فيه كرتي مال الكويت والجالاكسي S21 في تليفوني أو كرتي مال الإمارات فقاعد أستخدم المنصتين بنفس الوقت إلى الآن قاعد أعتمد على الأندرويد بأشياء معينة بس أقدر أنقل تجربتي الكاملة في حال إذا أنا كنت بس بركز على الآي او اس وشنو الشغلات الآن فقدتها وشغلات اللي تعودت عليها أتمنى أن يتنتقل حق الأندرويد أول شيء جودة التصنيع وما أقول لك جودة التصنيع من ناحية يعني والله جودة عالية مات حتى أن التليفون يكسر معاك أو شيء لا قاعد أكلم على أدق التفاصيل من ناحية جودة التصنيع الحين الشيء الوحيد الذي ضايقني مع استخدامي حق الآيفون إذا بس تعملها بدون كافر وهو أنه رح يبصم من على جنب من ناحية الإطار اللي موجود مع الستينلي ستيل شركة أبل لمعتها عمداً بشكل وايد وايد مضاعف وشيء ثاني وهو إذا زموهم زيادة شايفين الكاميرات يمعون وصخ دار ما دارهم بسبة الحفة الحادة اللي موجودة دار ما دار الكاميرا بس بالمقابل لما تيطالع التليفون أنت من بعيد وايد وايد حلو بالذات مع اللغة التصميمة اليديدة اللي عندنا المسطحة حق جميع الجوانب هذا أكثر تليفون مسطح للأمانة رح تحصل يكون موجود بالسوق لأنه من كل جهة رح يكون عندك أنت أو مسكة جداً حادة احنا نتفهمنا ناس وايد كثيرة ممكن تنزعج من هذا الشيء بالمسكة بالذات إذا كان الآيفون 12 برو ماكس هذا شيء ضايقني بس مع تليفون أنت أصغر نفس الآيفون 12 برو أو الآيفون 12 أو حتى الآيفون 12 مني ما تضايق وايد بالعكس تعطيك مسكة تكون وايد أفضل احنا أنا آخر واحد استعملته فعلياً من ناحية كاستخدام اليومي بس لما نقلت هنا مع تليفونات الكبيرة وطلعتي مع اليها الروحة ورده وليس متعود أن أنا أشيل تليفونين كان تليفون وايد ثقيل كلما أحط مخباتي يعني كانت بنطروناتي يطيح فكنت أحس أن أحتاج شيء أصغر ولما كنت أرجع حق الآيفون 12 فقيت التليفوتو لنز فحسيت أن الآيفون 12 برو ممكن أن نكون هو الخيار الأفضل احنا من أكثر الأشياء الثانية اللي عجبتني غير لغة التصميم هي أكيد الكاميرا أداة الكاميرا أنا بالنسبة لي وايد ممتاز مع خاصية الرو اللي ما تحصلها إلا على فئة البرو التصوير هذا التليفون وايد وايد ممتاز أي وقت التقت صورة من أي عدسة مع أي وضعية راح تحصل صور تكون جداً جداً ممتازة تدخل مو طبيعاً من ناحية الذكاء الاصطناعي بس حتى البصريات شركة أبل عدلت لك إياها من ناحية الوضعيات ومن ناحية شغلات الأضافية اللي أنت تقدر تحصلهم تكون موجودة على الكاميرات في يعطيني تجربة وايد ممتازة من ناحية التصوير هذا طبعاً ما يبنى طاري حتى التصوير القولي موجود أنت عندك على التواصل الاجتماعي انستغرام ستوري صاروا أحلى عندي لأنني قاعد أصور من كاميرا تعطيني أداء ممتاز بالتواصل الاجتماعي هم بعد بنفس الوقت اللي يخليك تبيت تصور أكثر وشغلة ثانية هم بعد لاحظت أنه ساعدتني من ناحية صنع المحتوى على التواصل الاجتماعي مع الكاميرا اللي موجودة هنا وهو شلون أن الـ API يكون مربوط مع الكاميرا فعلياً شرية أقصدها أحمد بكل بساطة لما تدخل انت على انستغرام ومحول على الكاميرا الخلفية تقدر تسوي pinch to zoom عشان تحول على الأولترا وايد ويستعملك الـ API مع الكاميرا ما للأولترا وايد نفسه فتحصل تصوير وايد ممتاز بطريقة مختلفة لأن انت قاعد تغير بين العدسات الموجودة هنا شفنا شيء مع سلسلة الـ Galaxy S10 والـ Note 10 بس منتقل الأمانة مع تجربة المستخدم لجدام النفس اللي قاعد نشوفها مع تلفونات الآيفون اللي موجودة على جميع تلفونات الآيفون لطالما عندك انت عدسة زاوية عريضة الميزة راح تكون مدعومة فيخليك مرة ثانية أن انا وديك تصنع محتوى دار مدار الوقت لأن انا تدري ان انا راح تصور تصوير وايد حلو بالذات مع التواصل الاجتماعي لانه يعتمد لك على الـ API مع الكاميرا مو قاعد يعتمد لك على سكرينشوت اللي انت راح تحصلها من الكاميرا اللي موجودة بالـ Viewfinder نفس اللي موجودة على تلفونات اندرويد الآية الشيء الثاني وايد حبيتها وهو كي تسالفة ان اقدر واخيرا استعمل ساعة ابل وانا وايد احب ساعة ابل ومدة طويلة احبها بس لان ما اقدر استعملها الا مع ايفون وما كنت استعمل كتلفوني الاساسي كنت ما استعمل ساعة ابل والحين قاعد استعملها بشكل مو طبيعي يعني اذا ما تصدقون شوفوا مكان الحزة مالة الساعة من كثير ما انا قاعد استعملها بشكل يومي للامانة بالذات مع الـ options الكثيرة اللي موجودة عندك ان كان solo braided او ان كان السيليكون او غيرها اكيد من الاساور الموجودة طبعا حطينا الـ pin code بس لاني تكونوا في صغف الساعة هذا measurement حق السيكوريتي او الامان الاضافي اكثر شيء استانس عليه هو طبعا الـ watch faces اللي راح تكون موجودة عندك علشان يعطيك اشياء وعد كثيرة عسب المثال انا حاطر حين ساعة شم مثلا بالكويت عندي هني حالة الطقس شنو اقل شيء اكثر البطارية واقدر ادخل عليها طبعا اقدر اشغل الـ battery reserve عندي هني مواعيد الصلاة واضغط عليها هام اقدر اشوف مواعيد الصلاة الرباجية عندي هني الـ calendar واقدر اشوف شنو الـ events اللي موجودة عندي بعدين من داخل عندي انا شغلة هني قاعد اسويها intermittent fasting او صيام المتقطع علشان اقدر اضعاف او ان انزل من وزني فهني يحسب لي العداد اش كثر باقي اللي باقي اللي حين ربعين دقيقة اقدر اكل مرة ثانية وعندنا اه طبعا هني الـ activity rings من ناحية شنو الشغلات اللي انا قاعد اسويها وهم بعد اقدر اتبع اشياء زيادة لما تكون موجودة عندي انت احني طبعا هني راح يكون عندي القياس النبضات القلب وهو مسوي من اخر ثلاث دقائق كانت ثمانية ثلاثين او ثلاثة ثمانين اه وهذه واحدة من الشغلات المهمة الموجودة هي الشغلات اللي تقدر انت تسويها بالعلاقة مات الصحة من ضمن اشياء وادي كثيرة اكيد انتم شفتوا تغطيات كثيرة حق ساعة ابل ما راح امل للكم بس هذا الشيء بالنسبة لي زاد من ناحية تجربة المستخدم اني استانس اكثر لما استعمل الايفون طبعا في اشياء موجودة مني منك من ناحية النظام بس هذا هو الشيء الوحيد اللي انا يخليني ما اقولك ان تجربتيها متكاملة الان حين النظام ما الـ ios 14 مع اننا صار فيه وائد اشياء كثيرة اتمنى ان الامانة هي تنتقل حق الاندرويد الا تجربتي حق الاندرويد لم يمسك مثلا الـ Galaxy S21 او اي تليفون ثاني اندرويد ان كنت قاعدة راجعة اقول من الحين احتاج هذا التليفون احتاج هذه تجربة المستخدم قاعدة فقدها وجزئ كبير لها علاقة بالشغلات اللي انت تكون متعوض عليها الاحين كان نافيكيشن سيستم تعوض انه مع اي تليفون منهم رح تتنقل بالقوائن بنفس الطريقة تماما ما عندك انت اي مشكلة منها حتى تتنقل مات القوائن بس فقدت سالفة انه اسحب لي تحت من اي مكان اقدر ادخل مثلا على استفيد وايد من الـ Notification Shady الموجودة عندنا هني السحبة الثانية طبعا رح توديك حق الـ Control Center وهني انت عندك ياها كل مكان مثلا مكان واحد بالذات مع One UI انه تقدر توصلها بيد واحدة بشكل وايد سهل ادري انا الحين عندي هني انا double tap town عشان اقدر اوصل حق الاشياء اللي انا ابيها من فوق بس مرة ثانية سالفة الـ Notifications اللي الحين طريقتها على الاندرويد افضل بمراحل من الموجودة انت عندك على الـ iOS ايفون صح نقدر نحرك الـ Widgets ونحطهم اي مكان للـ Stack عجيب اتمنى ان يكون موجود عندنا احنا على اندرويد لان انا استفيد منه بشكل وايد كبير بس لاحن طريقة ان انت تقدر تضبط الـ App Drawer وتضبط الـ Home Screen بالـ Customizations العالي اللي تقدر تسويه هني يعطيني تجربة مستخدم للحين افضل اكيد على الاندرويد جوجل فيدي اللي انا متعود ان انا استعملها بعد يكون موجودة هني على جنب هني لازم يكون عندي مثلا يلا ايكون نفسا ان انا ادور عليه بالـ App Drawer مثلا او درجة تطبيقات او ان انا اقدر ادخل عليه من هني عشان اقدر اشوف الـ Google feed مالي فخطوة زيادة حق شغلة انا استعملها بشكل يومي بس بالمقابل هني موجودة بشكل وايد سريع سالفة انك انت الى الحين تقدر تبطل تطبيقين بنفس الوقت هذه الشغلة الى الان للأسف مو مدعومة على الـ iPhone فهذه الشغلة هم بعد انا افقدها واستعملها بشكل وايد كبير على الاندرويد واصلا حتى في شغلة موجودة على الـ One UI ما تحصلها حتى مع وايد تليفوناتي هي الـ Open Popup View علشان تقدر انت تسوي شيئين بنفس الوقت بدون لا تاخذ حيز وايد كبير من الشاشة طبعا هذا يساعد لما تكون عندك انت شاشة اكبر من الموجودة معي هنا على سبيل المثال بس لاحن تقدر تستفيد منها بشكل وايد كبير اذا انت بتنقل رقم او شيء هنا للامانة الى الحين احنا مقيدين ان نستخدم تطبيق واحد في مشاكل مع تطبيقات معينة الى الحين على الميزان الاحظ ان يكون عندنا ايوه بالضبط شايفين شون في مربع اسود فوق مربع اسود تحت ومقاعد يستغلك ابعاد الشاشة بشكل صحيح ما حسيتها شيء بالـ Pro Max بس لما استخدمت الـ Pro العادي حسيت فيها اكثر شفيك حبيبي؟ بالمقابل طبعا مع اندرويد ما عندك المشكلة ان تلقائي النظام يترسلك الشاشة من ناحية التطبيق نمتي انت تفتحها نحي سلاسة النظام طبعا ما احس ان انا فقت الـ 120 هرتز الـ Refresh Rate الموجودة على الـ Galaxy S21 مع ان هنا فيه 16 هرتز التريفون سلس من ناحية الاداء ولا علاقة بشكل وايد كبير حق الـ Animation ما للنظام عشان يعطيك تجربة المستخدمة تكون وايد مرضية فبالنهاية مستانس على الـ iPhone لانه يعطيني استقرار من ناحية الاستخدام تصوير ممتاز بالتواصل الاجتماعي بطارية وايد اتطول شحن سريع ويعتبر سريع لان حجم البطارية صغير والشحن 20 واط هؤمن هذه كلها اضافت لي من ناحية تجربتي خاصة حق التريفون بس الى الان ارجع حق اندرويد واستعمل اندرويد ينمي الـ iPhone لانا لحم فيها اعتمد عليها ان تكون ايها موجودة هنا الـ iOS لحم ما وصل لها فاحس ليها الخلطة المناسبة بالذات مع وضعي الحال ان احتاجي يكون عندي تريفونين ان انا اشيل نظامين مختلف بدلا اشيل تريفونين الـ Android او اشيل بنحصل الوقت بس حبيت اشارك لان انا سوايد كان قاعد تتساءل احمد شون استخدامك اليوم مع الـ iPhone عقوما انت كنت شخصي استعمل الـ Android بشكل حصري ما انت استعمل الـ iPhone نهائيا هذا الشي اللي انا حسيت فيه لما استعملته استقرار من ناحية الجهاز اللغة التصميم مالة التريفون اللي تحسسك بجودة التصنيع العالي اللي رح تكون موجودة انا عن نفسي قاعد استعمله طبعا مع كيس الـ iPhone الأصلي الـ Yield واستعمل الماك سيف والت هن بعد اخذها معي كمكان فيها الهوية وفيها كروة البنك الى الان ما فعلت Apple Pay ما فتحت الى الان ما فعلت Apple Pay لاحة ما فتحت لي بنك او حساب الامارات علشان اقدر افعل Apple Pay وهذا شي ثاني نحن قاعد خليني اهم بعد استعمل Samsung Canon انا قاعد اعتمد على Samsung Pay بشكل وايد وايدي كبير بس ككل عجبتني تجربة المستخدم ولا طالما Apple تنزل التليفون وايد يعجبني راح اعجبني واستعمله ما راح اقول لا لان انا ما راح اتكلم او ما راح استحمل iPhone بس المتوقع حق اصدار اليديد هو يكون اصدار S من التليفون فيمكن ما يحمس من التغييرات اللي يبلك ياها بس ممكن ييب بزيادات او تحسينات احنا نحتاجها نفس شغلة اللي اكثر شيء يمكن ضايقني هو الـ Always On Display الى الان مو موجودة على الـ iPhone اذا انت مطفي شاشة الـ iPhone ما عندك اي نوع من الاتصال مع الـ Android عندنا احنا الـ Always On Display اقدر استفيد منها بشكل وايد وايدي كبير فممكن احنا نشوف تحديثها ايب لنا الـ Always On Display بس غير شديد مستانس على الـ iPhone 12 واذا راح انصح اي احد ياخذ iPhone خنقتم الفيديو قبل اطيحة الشعوائية بالختام اذا راح انصح اي احد انهم فكر انها ياخذ iPhone فكر فيها من هالناحية اذا الـ iPhone 12 Mini بطاريته ما تضايقك من ناحية الاستخدام راح يكون خيار موافق الـ iPhone 12 سعر ممتاز مقابل الى انت راح تحصلها الـ iPhone 12 Pro يعني موجود معي هنا ما يسوى سعر لان الفرق ما بينه ما بين الـ iPhone 12 جد راح يكون رامية زيادة وراح يكون فتحة الكاميرا الاضافية مع الـ LiDAR Sensor مع الـ Raw Imaging Processor فاذا انت كنت اصلا قاعد تصور كاميرا الـ iPhone 12 ممكن تكون اكثر من كافي حق اللغطات اللي انت ممكن تحتاجها الفرق الوحيد اللي ممكن انت تحصله وهو ساعة قاطعتني عشان تقولي تنسم لانا اخترعت على الإطاح وراي فاذا ما يهمك الوضعيات مالة التصوير بشكل وايدي كبير الـ iPhone 12 راح يكون خيار موافق لانا راح توفر 300 الى 350 دولار امريكي مقارنة شو اللي ممكن تحصله مع الـ iPhone 12 Pro بس اذا كنت تابع انت اعلى المواصفات اخلي الـ iPhone 12 Pro Max حجمه كبير حط ببالك لغة التصميم ممكن تكون ضايق وتعطي التليفون حجم اكبر كون ان حجم تليفون 6.7 بوصة في تليفونات اكبر منها الحجم ويمكن نفس الابعاد بس راح يعطيك افضل كاميرا افضل بطارية افضل تجربة مستخدم ممكن انت تحصلها من ابل على الـ iPhone 12 Pro Max انا عن نفسي استقريت على الـ iPhone 12 Pro لان ابي LiDar Sensor ابي الثلاث كاميرات والوضعيات المختلفة و ابي Raw Imaging Processor فان بالنسبة لي فرق الـ 300-350 دولار تسوى لان بدل اخذ بس الـ iPhone 12 العادي بس اتوقع الـ iPhone 12 عادي كافي وافي حق اي واحد قاعد يفكر ان يحول حق iPhone اليوم الحين تأكد تشوف مراجعة الـ iPhone 12 iPhone 12 Mini والـ iPhone 12 Pro Max ثلاثة روابطهم راح تكون موجودة تحت ونقدر نقول يمكن هذه هي مراجعة الـ iPhone 12 Pro العادي كن ان انا احيان قاعد استخدامه صالي اكثر من اسبوعين كتريفوني الاساسي موجود معاي ونحن مرتاح عليه واتوقع راح استمر ان انا استعمل هذا التريفون لان ينزل اصدار يديد من الـ iPhone الله اعلم متاه واتوقع بس حاب اذكركم مرة ثانية اذا انت كنتم تابع تعالي المزعج تعالي المزعج تعالي المزعج هذا اللي كان قاعد يسوي صيحة بالفيديو او مو صيحة حرام اوكي بالعدال بابا بالعدال هذا اللي كان قاعد يطلع الصوات بالفيديو فعل عمم حبي اتذكركم اذا انت كنت قاعد شوف هذا الفيديو بس مو مشترك ياريت تشترك اضغط على الزر الاحمر فعل جلس التنبيهات عشان تكون من اوائل يشوف الفيديوهات اليهاية وتفعل مع الفيديو عطا لايك عطا ديس لايك اكتب لي بالتعليقات لا تحرمي من وجودك واكيد دائما مشكورين على الدعم وانتوقع بس وحنا على طالة الكسور سلامتكم تعيشون احمد بعريكي خاص فم الله الكريم اشتركوا في القناة قتل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا